هنا انا عملت جدوى البيانات عبارة عن قايمة مبيعات شهرية وهنا عندي مجموعة من الفروع ومبيعات كل فرع فيه مجموعة من الشهور اللي هم عددهم ست شهور. تحت هنا كتبت اجمال الاشهر عشان انا عايز اجمالي كل شهر لوحدهم. عشان تعمل الاجمال بتستخدم حاجة اسمها الفورمولا او الصيغة. وعشان تكتب اي صيغة في الاكسل لازم تكتب الاول يساوي. دي بداية اي صيغة في الاكسل ايا كانت الصيغة دي شكلها عامل ازاي. فهنكتب بيساوي. انا عايز احدد اول خلية. في كزا طريقة لتحديد الخلية وما تستعجلش احنا هنمشي طريقة طريقة. دي هناخد الطريقة السهلة او الطريقة البدائية تقدر تقول عليها. عندي اول خلية مثلا عنوانها بي اللي هو هو العمود بي. والصف بتاعها ستة. فلو كتبت بي. طبعا اولا ما اكتب اي حرف هيجيب لي مجموعة صيغ جهزة عندي في الجهاز. دي هنتكلم عنها بعدين ماناش دعو بيها. الوقت انا عايز اكتب بي ستة مسلا. نلاحظ انا اول ما اكتبت بي ستة حدد لي الخلية باللون الازرق. طيب دلوقتي الفكرة من الصيغة اللي انا بكتبها دلوقتي ان احنا عايزين نعمل جمع. فانا واقف على اول خلية المفروض ان انا اكتب دلوقتي زائد. وبعدين اروح اكتب الخلية اللي بعدها. يا اما اكتب بي سبعة المرة دي. بي سبعة. نلاحظ انا او احدد هالي بلون تاني مختلف. وبعدين ادوس زائد. في طريقة تانية ان انا ممكن احدد بالماوس. يعني ممكن اقف بالماوس هنا على الخلية اللي بعدها. وبعدين اكتب زائد وبعدين اللي بعدها وهكزا. لما خلص خالص ادوس على زرار الانتر. بس طبعا الاجمالي ده مش مزبوط ولو حد لاحظ واحنا بنجمع فيه خلية نسينا ان احنا نحددها. فلو حددت مجموع الخلية دي وزي ما اتكلمنا قبل كده ان احنا بيزهر لنا المجموع هنا تحت. هلاقي ان الاجمالي ده تلاتة وسبعين الف وسبعمية. في حيس ان الاجمالي هنا نظهر لي خمسة وخمسين الف وسبعمية. طيب عشان نعدل الصيغة ادوس على الخلية. هيفتح لي الصيغة اللي جوه اللي احنا سجلناها. او هدوس على عشان نخرج. لما اقف عليها هنا في اللي هو شريط الصيغ زي ما قلنا قبل كده بيزهر لي فيه المحتوى. لما اقف هنا مش هيظهر لي القيمة بتاعة الخلية اللي هي الخمسة وخمسين الف وسبعمية. هو بيظهر لي هنا الفورمولة وهي دي المهمة. فاعرف كده دايما لما تقف على خلية ويظهر لك القيمة بتاعتها او الفاليو بتاعها هنا نفس المكتوب على الخلية من برة يبقى دي حاجة مفاس صيغة. اما لما نقف على خلية فيها الصيغة هيظهر لي الصيغة او الفورمولة اللي جواها مش الفاليو بتاعتها. طب هنا عشان نعدل انا نسيت كتبت بي ستة وسبعة وتمانية ونسيت تسعة وكتبت عشرة. واقف هنا بعد البي تمانية واكتب بي تسعة او احدد الخلية دي. وبعدين هنا ما نساش ان انا اكتب علامة الزائد لان لو نسيت اكتب علامة زائد بين كل خلية والتانية ودست مسلا. هتطلع لي هنا ان في خطأ في الصيغة. عشان تعدل يا اما تدوس هنا او تعدل من شرية الفورمولة. هنقف هنا بين البي تسعة والبي عشرة ونكتب علامة زائد وندوس على هتلاقي ان هنا غير للمجموع لو حددت كل الخلايا دي دلوقتي هلاقي ان المجموع هو هو نفسه. في حاجة مهمة جدا تخلي بالك منها وانت بتشتغل على الصيغة. لما دوس هنا عشان ادخل جوة الخلية. لما تخلص كتابة او تعديل على الصيغة اللي انت بتعملها عندك شوية اختيارات عشان تخرج برا الخلية. اما تدوس على او تدوس مسلا على او انك تدوس من هنا علامة الصح او علامة الخطأ. لو دست مسلا على علامة الصح هيخرج من الخلية. ومش هيروح الخلية اللي بعدها لأ هو اي خلية على نفس الخلية. فلو انت دخل الخلية اللي فيها الفورمولا ودست على او دخل اي خلية عادية. ودست على انتر هيطلع لك من الخلية اللي انت فيها ويروح الخلية اللي بعدها. لو عايز تطلع من الخلية اللي انت فيها قبل كده زي ما قلنا وتفضل على نفس الخلية ممكن تدوس على كنترول وانتر او من هنا من علامة الصح. خلي بالك وانت جوة الخلية ما تطلعش بانك تدوس على خلية تانية. لو جيت هنا برا للخلية اللي انا وقف فيها زي ما قلنا قبل كده. لو انت بتعدل على اي خلية عادية ممكن. لكن لو انت جوه خلية فيها صيغة ما تطلعش بانك تدوش بالماوس على خلية تانية. لان لو ضغطنا هنا هيضيف لي الخلية وايعدل لي على الصيغة يعني هيباوزها لي. لما تيجي اللقاء تطلع او تعمل اي حاجة وتدوش انتر. نشوف ان الرقم تغير. هو جاب لي هنا الصيغة يعني دي معناها الخلية دي انا عايزها يساوي قيمة الخلية دي. طبعا مش ده اللي انا عايز اعمله هدوس على وزد عشان ارجع تاني. فاتأكد وخلي بالك ان لو انت جوه الصيغة او جوه الفورمولا عايز تطلع من الخلية عندك شوية اختيارات. يعني اما بالانتر يعني اما بالاسكيب او مسلا او بعلامة الصح دي. نروح على اللي بعد وعايز اطلع على المجموعة بتوها شهر بفبراير بس بطريقة تانية. في طريقة تانية ان انت تستخدم امر يساوي هنكتب يساوي بعدين ومش هتفرق ممكن تكتب بالكابتل او بالسمول عادي. فلو رجعنا هنا تاني وكتبناها بالحروف او عادي هي نفس الصيغة مش هتفرق. نفتح قوس ونحدد كل الخلايا اللي احنا عايزين نجمعها وبعدين نقفل القوس وندوس انتر. دي محنا شايفين هنا جاب لي النتيجة هنا. طريقة تانية مختلفة عن الطريقة الاولانية لكن بتديني نفس النتيجة. في طريقة تانية اروحها الخلايا اللي بعدها لو عايز اطلع الاجمالي. في اختصار من روحة المفاتيح ان انا اقف في المكان اللي عايز يطلع لي فيه الاجمالي. وادوس على التو يساوي. البرنامج هنا من نفسه حدد لي المساحة دي. اتأكد للمساحة دي صحيحة ما فاش اي مشاكل. هي دي فعلا خلايا اللي انا عايز اجمعها. وبعدين هدوس على انتر. وهنا زي ما احنا شايفين طلع لي المجموعة. عشان تتأكد للمجموعة بتاعك صحيح. هنروح نحدد مجموعة الخلايا دي. هنتلاقي ان الاجمالي هنا بتاعها سبعة وستين الف ومية. وهنا الاجمالي سبعة وستين الف ومية. يعني الاجمالي صحيح. طيب ممكن فيه طريقة تانية تعمل بها الكلام ده كله. لما تيجي عند اول خلايا بدلا ما تفضل تعمل العملية دي وتكررها على كل الصفوف او اللي عمدها بتاعتك. احنا هنا عملنا اول واحدة وفي كتبنا الصيغة بتاعتها والصيغة بتاعتها مصبوطة. ممكن تعملها كوبي. تدوس كليك يمين وتعمل نسخ. او باختصار بلوحة المفاتيح زي ما قولنا كنترول و سي. وتروحها الخلية اللي جنبها وتدوس كنترول و في. واللاحظ هنا لما اخدنا نسخ ولزق. ما اخد ليش نفس القيمة بتاعت الخلية اللي هي تلاتة وسبعين الف وسبعمية. وتخليها لي هنا نفسها تلاتة وسبعين الف وسبعمية. هنلاقي هنا ان رقم مختلف. هو طلع لي هنا الاجمالي بتاع العمود اللي جنبه. وده لانه لما بتاخد نسخة من الخلية اللي فيها صيغة بياخد لك نسخة للصيغة نفسها مش للقيمة بتاعتها. فهنا لو دوسنا هنشوف هنا ان اخد لي نسخة من الصيغة وطبقها على العمود اللي جنبه. هنشوف هنا رقم الخلية سي ستة. احنا فعلا في العمود سي والصف رقم ستة. فدي طريقة تانية ان انت ممكن تعمل هنا كوبي. وممكن نعملهم باست مرة واحدة نحدد كل العمدة اللي انا عايزها. ودوس على هجيب لي المجموع بتاعهم بخطوة واحدة. نعمل وزد ونرجع تاني. في طريقة تانية بانك تسحب من طرف الخلية. نروح هنا على الزاوية لما يتحول الماوس لعلامة الرفيعة دي. وبعدين اسحب الماوس وافضل امشي لغاية لما اوصل للمكان اللي انا عايز اقف عنده. وكده برضو هو عملي كوبي وباست بطريقة تانية للمجموع بتاع الخلية. لو حددت اي عمود من دول هتتأكد ان فعلا الرقم بتاعه مزبوط. طيب في اختصار تاني احنا قلنا الاختصار بتاع التويساوي. انه بيطلع لي المجموع بتاع العمود. طيب لو عايز اطلع المجميع بتاعت الخنات دي كلها في خطوة واحدة. احددهم كلهم لغاية الصف اللي عايز يظهر لي فيه الاجمالي. وبعدين هدوس على التويساوي. وانا حددت لغاية اخر صف عشان هو اخر صف ده اللي هيظهر لي فيه الاجمالي. لو كنت حددت هنا بس دول. وده غلط التويساوي. هيجيب لي هنا يبقى احدد لغاية نهاية اجمال الشهر ده. ودوس على ويساوي. هنا بخطوة واحدة اطلع لي المجموع بتاع كل الاعمدة اللي عندي دي. طيب ندوس على precisamente عن تركgia ونرجع تاني. طيب لو عايز اطلع المجموع بتاع كل الاعمدة وكل الصفوف كمان اللي هنا لابقى احدد كل المساحة دي. وادوس برضو نفس الامر ويساوي. نلاحز هنا اطلع لي كل المجموع الاعمدة ومجموع كمان الصفوف في خطه واحدة. طيب عشان اتأكد هنعلم على الصف ده. نشوف الاجمالي بتاعه هنا تنين وسبعين الف سبعمية مزبوط. نعلم على ده كمان مسلا برضو الاجمالي هنا نفس الاجمالي هنا. فده اختصار مهم جدا انا يختصر عليك وقته مجهود كبير جدا. طب نروح دلوقتي لحساب المتوسط. انا عملت هنا خانة للمتوسط الشهري. انا عايز اعرف المتوسط بتاع مجموع كل عمود من دول. نفس الموضوع هروح للمكان اللي عايز اظهر لي فيه المتوسط وهكتب صيغة جديدة. بس غير هكتب دلوقتي يساوي. وهنا اكمل لي الكلمة. محدد لي على كلمة لو عايز اختارها بدل معه ده اكتبها كلها. ادوس على زرار من لوحة المفاتيح. اخترها لي وكتب لي الاقواص كمان. دلوقتي كل العلاية ان انا احدد كل ده المدى ده. وبعدين اقفل القوس وادوس هنا جاب لي المتوسط بتاع القيم دي. لو حددتهم هنا هلاقي ان المتوسط هنا اربعتاشر الف سبعمائة واربعين. هو نفسه هنا مزبوط اربعتاشر الف سبعمائة واربعين. زي ما قلنا عشان نطبق الامر على باقي الخلايا المجاورة او باقي العمدة المجاورة. بدل من نفضل عيد نفس العملية تاني لكل عمود. بقف هنا على الطرف واسحب. او اعمل وحدد دول واعمل نفس الحكاية هنا لما اجي عنده الصفوف. هعمل العملية دي الاول صف وبعدين اطبقها على باقي الصفوف. طب هل ينفع اخد كوبي من الصيغة هنا واروح على المكان ده واعمل لها دي ما احنا شايفين طلع لي ان في خطأ. لان هنا حسب لي المتوسط بتاع مجموعة الخلايا اللي هي من بي ستة الى بي عشرة. لو طبق لي الموضوع دي هنا. هنفتح هنا هنلاقي انه جايب لي او المرجع بتاعه. مش زي المرجع بتاع دي. هنا بيحسب لي اجمالي او متوسط لمجموعة عمدة مجاورة لبعض. اما هنا عشان هي مجموعة صفوف. مختلفة جدا على العمدة فمش هيقدر تطبق لي نفس الامر. فاروح هنا على واقوم محدد على اول صف. وبعدين تقفل القوس وتدوش امتر. هنا طلع لي متوسط تاع اول واحد. لما نكون هنا شغالين بشكل رأسي. مش افقي. ممكن تعمل اختصار تاني مختلف. انك تيجي عند الخلية هنا على الزاوية بتاعتها. وتدوش دابل كليك. هنا طبق لي النتيجة على كل الصفوف. ده لما نكون شغالين بشكل رأسي. مش شكل افقي. لو جيت هنا عند الخلية دي ودوشت دابل كليك. هنا مش تطبق لي اي نتيجة. لان النتيجة بتطبق بالدابل كليك. لما يكون بشكل رأسي مش بشكل افقي. هنا اقدر اسحب او اعمل اما هنا اقدر اعمل دابل كليك هيطبق لي العملية بشكل رأسي. على باقي الخلايا في باقي الصفوف اللي عندي. واشوف هنا المتوسط مزبوط ولا لا احدد بس اتاكد ان انا بحدد صح. انا عايز من اول شهر لغاية شهر ستة. ما ينفعش احدد معهم الاجمالي. هيطلع دي رقم مختلف. لو حددت دول هلاقي هنا ان المتوسط اتناشر الف مية وستاشر وكسور هو نفس الرقم هنا بالزبط. في طريقة تانية عشان تطلع بها المتوسط غير اللي قلت عليها من شوية. وهي انك تيجي توقف هنا مسلا. ونكتب بساوي. ونحدد الاجمالي ده اللي هو اجمالي مجموع الصفوف ده. دي مباعات شهر يناير لكل الفروع دي. انا الكل اللي عايزه هقف على الاجمالي ده. وبعدين اقسمهم على العدد الخلايا. هما دلوقتي هنا عندي خمس خلايا. او خمس فروع. فهدوس على خمسة. وبعدين ادوس انت. انشوف هنا نطلع لي فعلا المتوسط نفس هو الرقم ده. بس طبعا الطريقة دي هتبقى اصعب شوية من الطريقة دي وخصوصا لو عندك عدد صفوف كبير. الطريقة دي مش هتبقى عملية الا لو عندك عدد صغير انت تقدر تشوفه بالعين كده. لكن طبعا ايها طريقة موجودة اللي عايز استخدمها انت طبعا ليك حرية الاختيار. طب احنا ممكن كمان نعمل المتوسط بطريقة تانية. هنكتب يساوي عشان نكتب صيغة جديدة. وبعدين هنبدأ نجمع الخلايا دي. نعلم على اول واحدة وبعدين ندوسوا على علامة الزائد. وبعدين اللي بعدها زائد اللي بعدها. احنا كده حدلنا الخمسة كلهم وبعدين ممكن بالوقتي يقسمهم على خمسة. نجرب كده ونشوفه يطلع لنا ايه? هندوس على لكن لو نلاحظ هنا ان الرقم ده مش طالع زي بقية الارقام. المفروض المتوسط بتاعهم يبقى نفس الرقم ده اللي هو اربعتاشر الف سبعمية واربعين. طب ليه طالع لي رقم مختلف? نخش تاني جوه الصيغة. في العملية الحسابية لما يبقى عندك نوعين مختلفين. لازم تقول للجهاز ان انا عايز العملية دي الجامعة الاول. فتحطها بين قوسين الاول. هنكتب هنا في الاول قوس وبعد كده نروح لاخر عملية الجامعة ونقفل القوس وبعد كده ندوس. زي ما احنا شايفين هنا الاول هو عمال لي عملية الجامعة وبعد كده هطلع لي المجموع واسمه على خمسة. فدي حاجة تتأكد منها لما تعمل صيغة فيها اكتر من عملية حسابية. لازم تتأكد وتقول للجهاز عايز تعمل انا عملية الاول. هنمسح الحاجات الزيادة دي. وندوس على كنترول واتأكد دايما طول ما انتشغال. بعد ما تعمل كل خطوة تدوش على كنترول وسيف عشان تحفظ الحاجات اللي انت عملتها. طيب في الاكسل كمان تقدر تعمل عملية حسابية تانية مختلفة عندي. تقدر تقف على اي خلية وزي ما قلنا لما نعمل صيغة او عملية حسابية يبقى نبدأ الاول بيساوي. الوقت ممكن تعمل اي عملية حسابية بسيطة. تعمل مسلا جامعة او ضربة او اسمة. بعد ما تضطر تفتح الاقل الحسبة ممكن تعملهم هنا في الاكسل. دوسنا هنا يساوي هدوس مسلا عايز اجمع خمسة زائد مية وعشرة. ودوس انتر هيطلع لك المجموع. طيب لو عايز مسلا اضرب خمسة في مية وتمانين. ادوس انتر يطلع لي المجموع. الاسمة نفس الموضوع تكتب الاول يساوي. وبعد كده مسلا نكتب متين وخمسين على خمسة. موجود يطلع لي خمسين. وطلع لي هنا النتيجة. تقدر تعمل اي عمليات حسابية انت عايزها جوه الاكسل جوه اي خلية انت عايزها. وبعد كده لما تخلص تقدر توقف عليها وتدوس على عشان تمسح محتويات الخلية. هنا عندي شوية بيانات عبارة عن مبيعات لاصناف محددة. لو عايز اطلع الاجمال بتاعهم والاجمال بتاعهم هيبقى عبارة عن ضرب مش جامع المرة دي. فهدوس على يساوي. هاجي على اول خلية بس وادوس يساوي. احدد اول الحاجة اللي فيها العدد. وبعدين اضغط على علامة النجمة اللي هي علامة الضرب في لوحة المفاتيح. وبعدين احدد السعر وادوس على انتر. اطلع لي هنا الاجمالي. عشرة في احداشر الف بين مية وعشر الف. عشان اطبع على نفس الخلية زي ما قلت هوقف هنا بالماوس لما يتحول لعلامة البلاس الرفيعة هنا على الطرف. وهدوس او ممكن اسحب من هنا الطرف برضو لما تظهر لي نفس العلامة. اسحب بالماوس وافضل انزل لغاية لما اوصل لاخر حاجة نعايزها. وتأكد دايما ان علامة الماوس تبقى العلامة دي. دي معناها خاصية او الملء التلقائي في الاكسل. لان لو العلامة كانت بالشكل ده اللي هما الاربع اسهم بالاتجاهات المختلفة المتقابلة. وسحبت ونزلت التحت. انت كده بتعمل قصل الخلية او بتنقل مكانها من فوق لتحت. نعمل كنترول وزد عشان نرجع تاني. تأكد دايما لما تعمل عشان تطبق النتيجة على باقي الخلايا اللي عندك. يا بتتأكد ان علامة تبقى العلامة الرفاية دي باللون الاسود وتسحب وتنزل لتحت. ودي يعني مسلا لو كتبت هنا في خلية رقم واحد. بعدين تحتها رقم اتنين. لما تحدد اللي اتنين دول. انت كده بتقول الجهاز انك عايز نمط معين. لما تسحب وتنزل لتحت. زي ما احنا شايفين هنا على يمين فيه عداد عمالي عدد. طول ما انا عمال بنزل بالخلايا هو عمالي زود اتناشر طلبتاشر اربعتاشر خمستاشر. ننزل غاية عشرين مسلا لما شيل ايدي. هو جاب لي هنا تسلسل الارقام. وده هو او الملء التلقائي بتاع الاكسل. طيب فيه اختيارات تانية للملء التلقائي. لو سحبت هنا وانزلت على باقي الخلايا. هنا بيطلع لي قايمة صغيرة هنا. فيها شوية اختيارات. اول واحدة بتبقى نسخ الخلايا. وطالما انا عامل هنا فورملا او صيغة يبقى هينسخلي النتيجة بتاعت الخلايا ويطبقها على باقي الخلايا التانية. لكن لو جيت على خلية فيها قيمة ما فيها الصيغة وعملت لها كده نفس الحكاية ملء تلقائي. هيعمل نسخ للقيمة دي اللي هي الحداشر الف هيعمل منها نسخة على كل الخلايا دي هيحولهم كلهم يخليهم نفس القيمة. لما شيل ايدة هيخليهم كلهم حداشر الف. ده الفرق بين انك تعمل ملء تلقائي لصيغة او ملء تلقائي لفاليو او قيمة. نرجع تاني لما اعمل هنا ملء تلقائي ويفتح لي القايمة دي. ممكن اختار اختيارات تانية. ان انا اعمل تنسيقات فقط. يعني لو دي فضية وعملت ملء تلقائي وجيت فتحت القيمة وعملت تعبئة التنسيقات فقط. مش هنقل اي حاجة هو هنقل التنسيق بتاع الخلايا دي. خلينا ناخد المسال على خلية فيها قيمة بلاش فيها صيغة اشي انت بقى اسهل شوية. احدد الخلية دي واسحب لتحت. هفتح القيمة دي. وهقول له والله انا عايز اعمل تعبئة للتنسيقات فقط. يعني ياخد التنسيق بتاع او الخلية يطبقوا على باقي الخلايا. لما اعمل كده هو خلال النتائج كلها زي ما هي وبس طبعا لنفس التنسيق. طبعا هنا مفيش فرق كبير لان هما الخلية كلهم تنسيقهم واحد. لو رحت على اول خلية واخترت مسلا خليتها بولد خط عريض وخليته مسلا باللون الاحمر. وسحبت ونزلت تحت هنا وبعدين اخترت تعبئة التنسيقات فقط. هو هنا عمل ايه? نسخل التنسيق بتاع الخلية دي وطبقوا على باقي الخلية. يعني خلال الخط بتاعهم يبقى بولد ويبقى كمان باللون الاحمر. في اختيار تاني انك تعمل تعبئة بدون تنسيق. يعني هيعبيلي نفس القيمة دي بس بدون التنسيق بتاع او الخلية. او ممكن كمان في اختيار اسمه تعبئة السلسلة. يعني هيفضل يعمل لي سيكونس او سلسلة. ده كان حداشر الف هيخليه حداشر الف وواحد حداشر الف واتنين حداشر الف وتلاتة. اللي هو نفس اللي كلمنا عنه دلوقتي لو عملت واحد كتبت رقم واحد وبعدين سحبت وانزلت. الاختيار او التلقاء ان هو يعمل نسخ لكل الخلايا خليهم بنفس القيمة. طب هنا لو فتحت القيمة دي وعملت تعبئة سلسلة هيعملي تسلسل ارقام من واحد لغاية ساعتاشر مكان ما انا وقفت. ممكن تكمل عليهم تسحب وتنزل لتحت. هيفضل يكملك باقي السلسلة لغاية لما توصل لرقم اللي انت عايزه. لو رجعنا تاني للجدول الاولاني بتاعي اللي انا عامل فيه عملية الجمع. وجيت هنا غيرت حاجة مسلا بسيطة. هدخل هنا عن الخلية. انا عايز دلوقتي يجيب لي الاجمال من اول فبراير لغاية يونيو. عايز اشيل يناير. هاجي هنا احدد. اعمل تحديد جديد من فبراير لغاية يونيو وادوس انتر. هنلاحز هنا حدس لي المجموعة تغير. لو حددت اول الخلايا من فبراير لغاية يونيو. هنا الاجمال بتاعهم مظبوط اتنين وستين الف ومتين. بس هنا جايب لي مسلس على طرف الزاوية هنا باللون الاخضر. المسلس ده معناه ايه? يعني هو عايز يقول لك هنا ايه باختصار? ان خد بالك ان فيه رقم اضافي انت نسيته تجمعه معه الارقام دي. فهل ده اللي انت عايزه ولا لا? ودي خاصية ممتازة جدا في الاكسل. عشان تنبهك ان فيه حاجة مش غلط بس بيديك تحذير انك ممكن تكون نسيت رقم اللي هو بتاعي يناير ما جمعناهوش معاه او لو انت هو ده اللي انت عايزه يبقى خلاص تمام كده. طب لو مسحت الرقم ده هنلاحز ان المسلس اللي في الطرف اختفى. فلو عايز تخلص من المسلس ده ممكن تقف تدوس على القايمة المنسادلة دي. هنا اول اختيار بيقولي تتجاهل الصيغة الخلايا المجاورة اللي هي الخلية دي. ممكن تكتب هنا تحديس الصيغة اللي تتضمن الخلايا لو ضغطنا عليها. هو جمع لي الخلايا دي دلوقتي له. لو دخلنا هنا جوه الخلايا نلاحز ان هو اضاف لي يناير تاني. طب هدوش اسكيب وعايز ارجع. انا عايز بس من يونيو زي ما قلت لغاية فبراير. نفتح القايمة دي تاني. هنا فيه تعليمات حول هذا الخطأ لو ضغطنا عليها. هيجيب لي هنا التعليمات على اليمين هو عايز يقول ايه بالزبط. نرجع تاني نفتح القايمة. ممكن تختار هنا تجاهل الخطأ. او تحرير في شريط الصيغة. هيفتح لي شريط الصيغة الفورمولا بار. عشان ابدأ اعدل فيها لو عايز. خلاص اعدلت وعملت اللي انت عايزه وبتدوس على انت. وممكن زي ما قلت نعمل هنا تجاهل الخطأ فيشلي المثلس ده خلاص. يبقى انا هو ده اللي انا عايزه. انا عايز المجموع بتاعه من فبراير ليونيو. طب لو طبقت نفس الكلام على باقي الخلايا. هنلاقي ان بدأت المثلسات تظهر لي هنا في كل الخلايا دي. ممكن تلغي الخاصية دي بالكامل من الاكسل. ممكن تلغيها بانك تروح على ملف وتروح على خيارات او وبعدين بتروح للصيغ وتروح هنا عند تدقيق الاخطاء وتشيل التحديد من على الاختيار ده اللي هو بتاع تدقيق الاخطاء في الخلفية وتدوس على موافقة. خلاص الوقت هيشلي كل المثلسات دي اي خلية فيها احتمالية خطأ هيشلهلي. لو عايز في اي وقت ترجع تاني عايز تظهر مجموع الخلايا اللي فيها الاخطاء المحتملة دي. هترجع تاني على خيارات. وبعدين بنروح على الصيغ. بعدين هنحدد على التحديد ده ونعمل اعادة تعيين الاخطاء المتجهلة. كمان هنا ممكن تختار اللون بتاعها بدل اللون الاخضر مسلا تخليه باللون الاحمر او ايه لون انت عايزه وتدوس على موافقة. طيب هنا لو حددت على دول ودوس تكليك يمين وعملت تجاهل للخطأ. لكن الخاصية ما زالت شغالة. يعني لو عملت اي عملية حسابية جديدة او مجموع تاني هو ممكن شايف ان فيه خطأ او فيه نسيان لحاجة. هيطلع لي برضو نفس المسلس ده. طيب دول انا عملت لهم تجاهل لو عايز ارجع اصهرهم تاني. عايز اعرف ايه اللي في مساحة العمل بتاعتي حاجات تعملها تجاهل. ارجع تاني هنا من ملف خيارات. الصياغ وبعدين اعمل عادة تعيين الاخطاء المتجهلة. بدوس على موافق. هيصهر لي تاني الاخطاء المحتملة اللي انا عملت لها تجاهل. في طريقة تانية عشان تدخل بها الصياغ وهي انك توقف على الخلية. وبعدين بتدوس على ال اف اكس من هنا اللي هي ادراك دالة. بيفتح لك هنا مربع حواري كده. فيه شوية دوال. دي مسلا الحاجات اللي احنا استخدمناهم في الفترة الاخيرة او الحاجات الشائعة للاستخدام. بتقدر تختار اي واحدة فيهم. او تقدر تفتحها برضو من هنا. من الصياغ. وبعدين ادراك دالة. فوق هنا بيقول لك اكتب وصف مختصر لما تريد ان تفعله. مسلا هنكتب المجموع. هنجرب نكتب بالعربي هنشوف هيشتغل بالعربي ولا لا. نكتب مسلا المجموع. ندوس على انتقال. هنا جاب لي حاجات تانية غير اللي انا عايزها. نجرب نكتب الاجمالي. احنا بنشوف ازا كان يمشي بالعربي ولا لا. لكن الاسف العربي مش هيكتب معنا. طيب نجرب بالانجليش. نكتب سم. نلاقي اختصار لسامري وندوس على انتقال. جاب لي هنا الدوال الموجودة فعلا. لو بحثنا مثلا عن الافريج بتاعت المتوسط. برضو هنا جاب لي كل الدوال اللي بتحتوي على افريج. تقدر تختار اي واحدة فيهم. وهنا برضو عندي شوية فئات تقدر تختار منها. قائمة الدوال الاخيرة او الكل او المالية او التاريخ والوقت مثلا. مأسم لك الدوال الى تأسيمات رئيسية. رياضيات ومسلسات. احصاء. بحث ومراجع. قاعدة بيانات نص وغيره. مثلا هنختار سم. ندوس على موافق. هيفتح لي قائمة تانية. هنا اول واحدة فيها نمبر يعني الاولاني. وهنا جايب لي من بي ستة الى جي ستة. هنشوف هل ده المدى اللي انا عايزه فعلا. بي ستة الى جي ستة فعلا هو جاب لي المدى المزبوط اللي انا عايزه. لو جاب لك اي مدى تاني تقدر تغير انت براحتك طبعا. يا اما انك تحدد المدى اللي انت عايزه زي كده. هو نفس المدى اللي كان جايبه لي الاول. او تكتبه بالارقام. احنا عايزين من بي ستة الى جي ستة. طب لو عايز اجيب الاجمال بتاع الصف اللي تحته احطه هنا في اول صف مسلا. لو ده اللي انت عايزه. يبقى تختار من بي سبعة الى جي سبعة. هنا نكتب بي سبعة. وبعدين نقططين فوق بعض. جي سبعة. طبعا ممكن تكتب الدلة بتاعتك او الحروف بتاعتك بالابر كيس او اللور كيس عادي. يعني اللي هي الكابتال او سمون مش هتفقد. لو دوسنا موافق هيجيب لي هنا الاجمالي بتاع الصف ده. لو قفنا وحددنا الصف ده فعلا هو نفس الاجمالي. بنعمل ادراك دلة تاني. هنا عندي اختيارات ان انت ممكن تضيف اكتر من يعني هنا اول واحدة انا مسلا عملت الصف ده. ممكن نروح لنمبر تو واحدد الصف اللي بعده. واروح على نمبر ثري وحدد مسلا اخر صف. فالرقم الاجمالي اللي يظهر لي هنا هو مجموع اول وتاني واخر صف هنا. لو دوسنا على موافق هنشوفي الاجمالي عبارة عن 245 الف. لو حددت اول وتاني صف وبعدين دست على كنترول وحددت تالت صف هتلاقي ان الاجمالي بتاعهم فعلا هو نفس الاجمالي ده. طبعا هتلاحظ وانت بتحدد اول ما تدوس على تحديد القايمة دي هنا بتصغر عشان يديك مساحة اكبر للرؤية. واول ما تشيل ايدك هترجع لك تاني القايمة كبيرة. هنا هتنعملها تاني. صغر لي القايمة اول ما شيل ايدي بيكبال للقايمة عشان اعرف اشتغل. ندوس على الغاء الامر وندوس على كنترول وزد ودي تبقى طريقة تانية لادخال الدوال او الصياغ. دلوقتي لو عايز اطلع الحد الادنى واصغر رقم في الارقام اللي موجودة عندي هنا. عن طريق الدوال. طبعا لو عندي رينج صغير هنا ممكن تعملهم بالعين. لو عطت تبص على الارقام دي بالعين ممكن تطلع اصغر رقم فيهم. طبعا اللي هو العشر تلاف وخمسمية. ده لما يكون الرينج بتاعك او عدد الخلاية بتاعتك صغيرة. لكن لو عندك ادخلات كبيرة وبيانات كبيرة او قواعد بيانات كبيرة هيبقى صعبة او اني تتعملها بعينك. طبعا هتبقى حل مش عاملي ومش منطقي. فالدلة المستخدمة للحد الادنى هتدوس على هيساوي. الهي اختصار للمانيمم. لو هي دي الخلية اللي حددها لي وانت دي هي اللي انت عايزها هيبقى تدوس على زرار tab. هو كده فتح لي القوس جاهز. دلوقتي احدد الرينج بتاعي او المدى بتاعي. وبعد كده ادوس على enter. جاب لي هنا ان اصغر الرقم هو 10500. هنا عندي الحد الادنى هو فعلا ال 10500. طب انت ممكن تقول والله انا ممكن اعملها بطريقة تانية. احدد العمود ده او النطاق اللي انا عايز اطلع منه الحد الادنى. وهيجي لي هنا ان الحد الادنى مسلا 10000 فقوم انا اكتبه هنا. ده حل ممكن لكن ما اعتقدش انه هو عاملي ومش احترافي. لسبب ما لو جيت دلوقتي هنا انا غيرت. ده بدل عشر تلاف خليته الف. دوست enter. الرقم هنا مش هيتغير. لكن لو جيت هنا وغيرت ده بدل عشر تلاف وخمسمية خليته خمسمية بس. لاحظ هنا ان الرقم هيتغير لما دوش enter. هنا جاب لي ان اصغر رقم هو الخمسمية. لكن هنا اصغر رقم لسه زي ما هو عشر تلاف. مع ان انا غيرت وكتبت الف لان دي مش صيغة دي انا كتبتها بنفسي مانوال. لكن تستخدم الصيغ افضل عشان اي تغيير بتعمله على البيانات بتاعتك بيطلع الناتج بتاعه. وطبعا هنا الاجمالي كمان اتغير. لو خليت ده صفر هنلاحظ ان برضو الاجمالي هيتغير. والحد الادنى كمان هيتغير. بلاشت خليه صفر خليه واحد. هنا الاجمال اتغير والمتوسط اتغير. وكمان الحد الادنى اتغير كلهم بشكل تلقائي. دلوقتي انا لو عايز اكتب العكس واطلع الحد الاقصى. يبقى هدوس يساوي. وبعدين ماكسيمم. اللي هي اختصارها ماكس. هدوس على زرار التاب. وبعدين احدد الرينج بتاعي. وادوس على انتر. هيجيب لي اعلى رقم اللي هو 18000. زي ما قلنا عشان اطبق باقي البيانات على باقي الخلايا. هقف على الزاوية هنا واسحب لغاية الاخر. نفس الحكاية هنا. وممكن اعمل الاثنين مرة واحدة. يعني ممكن احدد الاثنين دول واسحب كده. وكده بيبقى انا عندي النتيجة بتاعة الحد الادنى والحد الاقصى لكل البيانات اللي عندي. اللي هي الخاصة بمباعات الافرة وفي الاشهر. نروح لشرح ده اللي تكون تكون ايه. زي ما وشرحت قبل كده ان انت لو وقفت على مجموعة خلايا اتنين او اكتر. بيجيب لك هنا عددهم تحت. هنا جايب لي ان العدد ستة. لو عدتهم فعلا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اللي انا حددتهم. الخلايا اللي انت حددتها وجوها قيمة. سواء القيمة دي كلام او ارقام. هيجيب لك عددها. طيب لو حددت هنا خلايا فاضية. ايا كان عددهم مش هيجيب لي هنا اي نتيجة لان دول صفر. خلايا فاضية. فكاونت وكاونت ايه الفرق بينهم ان كاونت مخصصة للارقام. كاونت ايه مخصصة للارقام او الكلمات او الحروف. خلينا نجرب هنعمل هنا يساوي وبعدين نكتب كاونت. هو جاب لي هنا الدلة عليها تحددها لي هدوس على التاب. وبعدين احدد الرينج دو اللي هما الخمس خلايا دول. ودوس على هنا جاب لي ان العدد خمسة فعلا. طيب لو غيرت هدوس دابل كليك. عايزا ده ممكن تنقل المدى اللي انت محدده ده. لما تنزل هنا بالماوس يجيب لك الاربع اسهم المتقابلين. اللي بالشكل ده. تقدر تدوس بالماوس وتسحب لليمين مسلا. انا غيرت هنا بدل الارقام هخليهم على الكلام او الحروف. ودوس هنا طبعا هو هنا جاب لي صفر النتيجة صفر لانه هو هنا بيحسب الخلايا اللي فيها ارقام بس. انا واقف له هنا ومحدد له خلايا فيها حروف او كلمات مش هيحسبها. نرجع تاني بكنترول وزد. ونروح دلوقتي الكونت اي. هندوس هنا يساوي كاونت اي. وبعدين ندوس على تاب. وانحدد مجموعة خلايا هنحدد اول تلت او اربع خلايا دول. وبعدين ندوس على انتر. ونشوف هنا جاب لي المجموع اربعة. هو فعلا ان انا حددتهم. سواء كانوا حروف او ارقام هيجيب لي الناتج بتاعهم. وده نفس اللي بيظهر لي تحت هنا في شريط الحالة. لما كون انا محدد حساب العدد وحساب رقمي. طب ليه انا ممكن اعمل ده لو انا عندي النتائج دي? عشان مش كل مرة انا عايز احسب او اشوف عدد القيم اللي موجودة فرنج معين. هفضل احددهم وافضل ابصوا تحت. هنا عندي عداد جاهز. طب لو انا شلت اي حاجة من الاربع خيارات دول. جيت هنا عند الاسم مسلا وعملت له حسف. هتلاقي ان هو هنا حدد لي القيمة. وخلى هالي تلاتة بدل اربعة. يعني بيقول لي والله ان هنا في حاجة نقصة. هندوس على كنترول وزد عشان نرجع. دي بتبقى مفيدة برضو لو عندك هنا مجموعة ارقام كبيرة مسلا. هندوس هنا كاونت. واحدد بتاع المرتبات ده. لغاية الاخر تحت. وادوس على انتر. هنا جاب لي ان العدد خمسة وعشرين في حين ان انا عندي سبع وعشرين موظف. يعني في هنا اتنين مش مكتوب لهم مرتبات. فدي بتبقى دلة ممتازة جدا ان هي بتعرفك ان في حاجات نقصة في الداة بتاعتك. فترجع انت اتعدلها. هنا مسلا نرجعه. ندي لهم المرتب تاني. هيرجع يعدي لي ان دول سبع وعشرين من سبع وعشرين يعني معناها انه كله كامل. طب لو في اي وقت من الاوقات غيرت او غلطت ودست على حاجة ازا كده مسحت اي خلية منهم. هيرجع يحدد لي هنا الرقم بتاع نفس الحكاية ممكن تحدد الكلام زي ما قلت او الكلام والارقام. ودي كان باختصار والكاونت ايه وهي من اكتر الدباء اللي المستخدمة برلو في برنامج الاكسل.